ومن مقر اللجنة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية تنضم إلينا مرسلة الغد نجلاء بخريس إذن نجلاء هذه النتائج كما كان متوقعاً ما هي التفاعلات الأولية لديك؟ ماذا رصدت؟ نعم هذه النتائج الأولية الرسمية التي أعلنت عليها قبل دقائق هيئة الانتخابات كانت متوقعة باعتبار أن استطلاعات رأي كانت قد نشرت نفس هذه النتائج تقريباً منذ اليوم الاقتراع وأعلنت عن تصدر قيس أسعيد بنسبة 18.8% يليه رجل الأعمال الموجود في السجن نبيل القروي ب15.6% وأكدت هيئة الانتخابات منذ قليل وجود جولة إعادة بين المتصدرين خلال هذا السباق الرئاسي المبكر كذلك تحدثت هيئة الانتخابات عن الوضعية القانونية للرجل الأعمال والمترشح لجولة الإعادة نبيل القروي وقالت إن هذا الموضوع يظل مرتبطاً بين مجلس نواب الشعب والقضاء التونسي باعتبار أن حتى نجح نبيل القروي في الدور الثاني فإن البرلمان التونسي مدعو لأن يجد حل قانوني عبر دعوة القروي لأداء اليمين الدستورية طبعاً إن تم إيجاد تسوية لهذا الملف بين البرلمان من جهة والقضاء التونسي من جهة يعني الهيئة في الحقيقة اتخذت الحياد اللازم في قضية القروي على المستوى القانوني والدستوري وستستمر عملية الاقتراع في جولة ثانية ستحددها الهيئة في وقت لاحق باعتبار النظر في أطول نجلة الجولة الثانية لم تحدد لأنه كان هناك سؤال مطروح من أحد الصحفيين إذا كانت هذه الجولة ستتم في 6 من أكتوبر القادم فإنها ستكون في نفس التوقيت الانتخابات التشتعية لم تظهر الرؤية بعد في هذه النقطة طبعاً هيئة الانتخابات لم تحدد إلى حد هذه اللحظة موعد الجولة الثانية باعتبار يعني أن الطعون لم تقدم بعد هذا يظل مرتبط بالطعون وذهب يعني مرحلة الطعون ربما إلى جلسة عامة في محكمة الاستئناف التونسية الطعون ستكون بداية من يوم غد وطيلة 48 ساعة فقط أمام المترشيحين الذين سيقدمون الطعون حول هذه النتائج وفيما يلي بعد طبعاً هذه الطعون تقدم هيئة الانتخابات مؤتمر صحفي آخر لتحديد موعد نهائي بناء على نتائج الطعون يعني تكون موعد لجولة الثانية لهذا السباق الانتخابي ردود فعل يعني كانت متوقعة لهذه النتجة بناء على استطلاعات الرأي إذن قيس عيد هذا المستقل والخبير الدستوري يتصدر هذه النتائج الرسمية والأولية لهيئة الانتخابات يليه المترشح السجين نبيل القروي وربما تكون الجولة المقبلة جولة حاسمة ومحددة لتاريخ تونس ومرحلة جديدة من تاريخ السياسي والخارطة السياسية لتونس بعد خسران وعدم فوز كبرى الأحزاب التونسية خلال هذه الجولة شكرا نجلا من مقر اللجنة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسية شكرا نجلا بخريص